موسيقى يتجه المصنعون الأوكرانيون إلى مضاعفة منتوجاتهم الموافقة لمعايير الحلال من أجل إيجاد مكان لها في أسواق العديد من الدول العربية والإسلامية الكثير من الشركات الأوكرانية اليوم باتت تعمل على مثل هذه المعايير نتعرف عليها في التقرير التالي بدون مواد حافظة وبلا أصبع منتجات الألبان والأجبان الأوكرانية تحتل مكانة مرموقة في الأسواق الدولية وهي تعد بالأساس منتجات رائدة في صناعة أغذية الأطفال وتأتي متوافقة مع المعايير الدولية ومنموغة بختم الحلال وتصدر إلى الدول العربية والإسلامية نحن قضينا وقتا طويلا في عملية التحضير لهذه المعايير واجتزنا بنجاح هذه المرحلة وكلفنا ذلك عاما كاملا وفي نهاية المطاف حصلنا على شهادة الحلال منتجات الألبان والأجبان الأوكرانية عالية الجودة تصدر الآن لكثير من الأسواق العالمية نصدر نحو 150 طنا الآن ولكن أعتقد أن هذا ليس مقياسا وعلينا أن نعمل بجد لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا بالإضافة إلى منتجات الألبان والأجبان تنتشر منتجات أوكرانية أخرى مثل الحلويات والدواج في أسواق الدول الإسلامية وقد حصلت أكثر من مئة شركة أوكرانية بالفعل على شهادات الحلال وأصبح بإمكانها تقديم منتجاتها الغذائية لتلك الدول الخبراء يشيرون إلى أن هذه العمليات تمثل اتجاها جديدا في قطاع صناعة المواد الغذائية الأوكراني منذ ثلاث سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاستصدار شهادات الحلال لمنتجاتنا الكثير من الشركات أخضعت منتجاتها لمعايير الحلال وبخاصة تلك التي تنتج الحلويات ومنهم من قام بإعادة تصنيع هذه المنتجات لتتوافق مع معايير الحلال يتزايد الطلب على الحلوى الأوكرانية سانة بعد أخرى في الأسواق العراقية الآن التصدير إلى العراق يحتل نسبة 4% من صادراتنا فشهريا نصدر حوالي 6 ألاف طن وإذا قرنناه بحجم التصدير في العام الماضي فهناك ارتفاع بنسبة 50% المنتجون الأوكرانيون يلتزمون الحفاظ على متطلبات شهادة الحلال خاصة في مجال تربية الدواج فالدجاج الأوكراني يحظى بشعبية متنامية في الدول العربية وهو خال من المواد الضارة والحافظة ومذبوح وفقا لمتطلبات الشريعة الإسلامية وضعنا شروطا صارمة على هذه الشركات وقلنا بأننا مستعدون لإرسال مراقبين للإشراف على عملية ذبح الدجاج وفقا لشريعة الإسلامية ولكن بشرط أن تورد الشركة للسوق المحلية الدجاج الحلال بأسعار مقبولة ليتسنى لمسلمي أوكرانيا شراؤه بفضل تطبيق معايير الحلال على المنتجات الأوكرانية يزادت صادرات أوكرانيا من الدواجن إلى العراق ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية عموما صادرات الدجاج في العام 2016 بلغت 240 ألف طن 150 ألف طن خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة قدر بـ 40% عن العام الماضي المراقبون الاقتصاديون يتوقعون زيادة كبيرة في إنتاج المواد الغذائية الأوكرانية الحلال ما من شأنه زيادة الصادرات الأوكرانية ليس إلى الدول الغربية فقط وإنما أيضا إلى الأسواق الشرقية ترجمة نانسي قنقر